سلام عليكم برنامك سهل جدا اسمه شارد 3D بتقدر تعمل النموذج اللي انت عايزه في خطوات سهلة يعني هقول له سكتش فتبدأ ترسم A2D ممكن ترسم A2D من خلال ان انت ترسم line مثلا او arc او cp light او rectangle خلا نبدأ باوسل حاجة ان انت ترسم line وبتقدر تكتب بالمقاسات اللي انت عايزها اول ما بيكمل معك الشكلة كده بيبدأ اللون بتاعه يتغير فبدأ دوس كيه باشا نخرج من الامر اللي هو الخاص بالنمزجة وابدأ التك وليس المتلعلي فبعمل ايه extrude extrude يعني بديله البعد التالي بتاعه كينا عدي معجون السنان وبدأ عليه فنفس الفتحة بتاعت معجون السنان هو بيبدأ يحصل له امبسوق طيب بعد كده هو بيديلي ادوات تساعدني يعني ممكن اقول له skill وابدأ مسلا نعمل skill للجوز دوت سواء الا اكبر او اصغر وقدر ان انا اكتب الرقم اللي انا عايزه اقدر اعمل copy للجوز دوت ممكن تقول له انا عايز اعمل move move هابدأ حرك بالسلام كده فبحرك الشكل اللي فوق تمام او اقول له rotate وابدأ الف الشكل اللي فوق لوحده بقدر اعمل rotate من هنا هوت للشكل اهو وابدأ اعمله move للشكل اهوت فانا بغير شكل اللي انا رسمته من زرار اللي مين اقدر انا اعمل الف حولين الشكل طيب بعد كده ممكن اقول له skill لما انت عايز تقابر تصغر عايز تعمل align محاذاة عايز تعمل offset لفست ده الوحده اهو ممكن تقول له انا عايز shell وتبدأ تتعدل فيه اهو الشكل دوت ممكن تضيف plan او ex تمام ممكن بعد كده تقول له delete لما انت عايز تمسح الشكل طيب ممكن بعد كده تقول له انا عايز اعمل transform لما انت عايز تعدل خلينا دوسي انا مراتين مثلا على الشكل فتلاقي اللي اوامر جادو الشكل دوت الحيث اللي هي تناسبنا ممكن تعمل chamfer اهوت اهو اهو كده انت بتعمل chamfer للشكل كله مرة واحدة فبتلاقي بقى اوامر سهل وبسيطة انت عدلت فيه الشكل بتاعي ممكن تقول له delete انا مش عايز اعمل select على الحاجة ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اضيف ممكن تضيف بقى construction x اهوات ممكن تقول له من خلال two points اضيف بقى ال x اللي احنا منشغل بهم في الرسومات اهوات done ممكن تقول له انا عايز اس مجرد هنا وتقدر تقول له مثلا انا عايز اس قطع دي كل حاجة توفى عليها هيبدأ اجيب لك المعلومات الخاصة بيها ممكن تقول له انا عايز اخش بقى في الفلجولايز تمام الفلجولايز دي بفلوس بس ده ممكن تجربها تمام لك ان انت سايف الماتيريال دي لازم هتدفع علي فلوس ماشي؟ طيب ممكن اقول له انا عايز الماتيريال بتاع الجزء دوت وتبدأ تسحب اللون اللي انت عايزه وتحطه مثلا اي لون من هنا وممكن تقول له انا عايز اغير الماتيريال مثلا دوت ممكن drag and drop تسحب وتحط عادي بشكل دوت لكن لو طلود هنو عايز السايف هيقول لك بقى لازم اتشتري بفلوس الحاجتين و هنا الـ environment ممكن تتغير مثلا انا عايز كله يبقى بالشكل دوت الكاميرا ممكن تتغير في الـ field view العدسة نفسها فتحس ان الحاجة رابط او بعد وممكن تعمل بجولار عليها ممكن بعد كده تقول له و تسايف صورة بس لازم يكون انت هتدفع على فلوث طيب انا دلوقتي عايز اقول له share تمام هيدديني link او export او export ايسافة لي لاما STL لاما 3MF لاما object كل حاجات دي ميزيتها انها هتقدر تتبعها لو عندك طبع صليصية الابعاد هتقدر ان انت تتبعها طيب خلينا نشوف STL ده مجاني فيه حاجات بفلوس لكن المجانة اصلا ممكن من خلال اي برنامج زي برنامج بلندر مثلا تحوله الامتدات اللي هي بفلوس تمام 3D model ممكن تتسافه STL او SMF المنجاني 3D print sketch drawing image تمام هقوله cancel وبينها ممكن تعمل import ولو انت فيه شكل موجود عندك وعايز ان انت تعمل import وبعد ذلك هتعدل عليه سواء توكاد دي دابلو جي او دي اكس اف او دي اكس اي بي او STL وهكذا